بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم طلابنا طلاب الصف العاشر في مدارس الأمم الإبداعية ومعكم الأستاذ يوسف الرفاعي ونكمن ما بدأنا به في شرحنا لقواعد اللغة العربية لطلاب الصف العاشر ونسأل الله أن تكونوا بصحة معافية وأن يجعلنا وإياكم ذخرا لهذه الأمة ولهذا الوطن في كتاب قواعد اللغة العربية للصف العاشر نفتح على آخر المشتقات التي وصلنا إليها فنحن قد شرحنا المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم الزمان واسم المكان ووصلنا عند اسم الآلة عند اسم الآلة واسم الآلة آخر المشتقات في كتابنا وحتى نفهم هذا الشرح الذي أمامنا بأمثلته أريد أن نقرأ قاعدته كما نأخذ دائما المشتقات فاسم الآلة اسم يدل بصيغته على آلة يتم بها الفعل اسم مشتق لأنه من المشتقات يدل بصيغته على آلة يتم بها الفعل يعني هذا الصيغ أو تلك الأوزان التي سوف تكون معنا بعد قليل تدل على آلة لا تدل على شيء مثلا قام بفعل مثل اسم الفاعل ولا على من وقع عليه الفعل مثل اسم المفعول ولا على شيء يعني قام به الفاعل بكثرة مثل صيغة المبالغة أو اتصف به اتصافا دائما أو غالبا كالصفة المشبهة ولا على المكان أو الزمان الذي وقع فيه الفعل وإنما نتحدث عن الآلة التي يتم بها الفعل وهذا يعني اسم الآلة يصاغ من الفعل الثلاثي من الفعل الثلاثي غالبا من الفعل الثلاثي وهو يأخذ مثلا لو قلنا على فعل ثلاثي وزنه هذا ثلاثي هذا الفعل ثلاثي فنستطيع أن نأخذ منه مثلا أوزان اسم الآلة وأوزان اسم الآلة عندنا في هذا الكتاب على خمسة أوزان مشهورة خمسة أوزان مشهورة هي مفعل مفعلة مفعال فعالة فعول إذن أوزان اسم الآلة من الفعل الثلاثي على خمسة أوزان مشهورة هي مفعل مفعل مفعال فعال وفاعول فنأتي إلى الفعل الثلاثي ونرى أيضا هذه الأوزان كيف تصغل نرجع إلى شرحنا وإلى أمثلتنا التي بين يدينا حتى نرى هذه الأشياء اسم الآلة اقرأ ما يأتي قال تعالى وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان هل ورد معنا هنا شيء من أوزان اسم الآلة لاحظ الكلمة التي تحتها خط الميزان ميزان على وزن مفعال مفعال ومفعال هي من أوزان اسم الآلة هذه مفعال من أوزان اسم الآلة فالميزان هي آلة يتم بها الفعل وهي وزن الأشياء وهي وزن الأشياء المجهر قال هنا للمجهر دور فاعل في تعرف عوالم الكائنات الحية الدقيقة قال للمجهر مجهر على وزن مفعال وهي موجودة هنا أيضا أول وزن عندنا هنا قال مفعال فهي أيضا الآلة التي نرى بها ما لا يرى بالعين المجردة فلذلك قال للمجهر فهي آلة يتحدث عن آلة ثلاثة يحتاج البناء إلى المطرقة كثيرا لإتمام عمله مطرقة التي تحتها خط على وزن مفعالة على وزن مفعالة وهذه الآلة يتم بها الطرق يتم بها الطرق يعني يتم بها الفعل أربعة شارك جارنا بفتح شوارع القرية التي أغلقتها الثلوج بالجرافة الخاصة التي يملكها الكلمة التي تحتها خط الجرافة هذه آلة يتم بها الجرف لكن ما وزنها جرافة فعالة وهو الوزن المكتوب عندنا هنا فعالة هنا فعالة جرافة ومثلها غسالة ثلاجة وهكذا خمسة تجيد سارة ومهى تجيد سارة ومهى مهارة التحليل الإحصائي باستخدام الحاسوب وهو الكمبيوتر الحاسوب باللغلة العربية الكمبيوتر ليست عربية الحاسوب الآلة التي نستخدمها في استخدام البيانات إدخال البيانات وإخراجها ومعالجتها وهكذا حاسوب وهو على وزن فاعل وهو مكتوب عندنا هنا فلو نظرنا إلى الشرح لو وجدت الشرح الذي شرحناه الآن هو مطابق للشرح هذا المكتوب في كتابك انظر إلى الكلمات التي تحتها خط تلاحظ أنها تدل على آلة يتم بها الفعل فالميزان آلة لوزن الأشياء ميزان كفتان كفة ترجح وكفة تنزل وهكذا حتى يستويان ميزان آلة يتم آلة لوزن الأشياء والمجهر آلة لإظهار الشيء الذي لا يرى بالعين المجردة وتكبيره والمطرقة آلة للطرق أي الضرب والجرافة آلة للجرف والحاسوب آلة للحساب وغيره فكل اسم هذا تعريف اسم الآلة هذا تعريف اسم الآلة فكل اسم يدل على آلة يتم بها الفعل يسمى اسم آلة فنسمي آلة التسطير المصطرة وهي الخشبة التي تسطر بها مثلا مصطرة وآلة الحرث محراثا وآلة الفك مفكا وآلة الغسيل غسالة لاحظ مصطرة على وزن مفعلة محراث على وزن مفعال مفك مفعل وهكذا وآلة الغسل غسالة فعالة وهكذا ويأتي اسم الآلة على أوزن مخصونسة هذه الأوزان التي ذكرناها قبل قليل فما وزن أسماء الآلة التي أشرنا إليها لاحظ الأسماء الخمسة التي ذكرناها الآن أو الأوزان الخمسة ميزان على وزن مفعل مفعل مجهر على وزن مفعل 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 مطرق على وزن مفعل 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 جرافة على وزن فعال فعال حاسوب على وزن فاعل هذه الأوزان الخمسة هي أوزان قياسية يعني نقيص عليها الكلمات ونزنها على مثلها فنقول هنا إذا أرجعنا الأسماء السابقة إلى أفعالها تجدها جاءت من أفعال ثلاثية هي وزن وجهر وطرق وجرف وحسب هي ثلاثية في الأصل إذن اسم الآلة يأتي من الفعل الثلاثي على أوزان مخصوصة مشهورة مفعل ومفعل ومفعل وفعال وفاعل هذه الأوزان هي إيش؟ أوزان مخصوصة مشهورة نسميها قياسية قياسية يعني نستطيع أن نقيص عليها قياسية نستطيع أن نقيص على هذه الأوزان ونأتي بالوزن اسم الآلة لكن في حياتنا اليومية هل الآلات محصورة بهذه الأوزان الخمسة؟ لا فهناك يعني آلات كثيرة نسمع بها لك لا تأتي على أوزان مثل مثلا قال وهناك أسماء نسمعها يعني هذه الأوزان التي أتحدث عنها الآن سماعية ليست لها أوزان مخصوصة وهناك أسماء نسمعها في حياتنا اليومية تدل بمعناها على آلة ولكنها لم تأتي على الأوزان السابقة مثل مكحلة غربال قوس قلم فأس منخل إزميل فرجار يعني لو قلنا الآن فأس على وزن فعل قلم فعل وهكذا هل هذه الأوزان جاءت معنا قبل لا مثلا فهي أسماء سماعية إذن نستنتج ونعود من حيث بدأنا ونقول هنا اسم الآلة اسم يدل بصيغته على آلة يتم بها الفعل واسم الآلة يصاغ من الفعل الثلاثي على خمسة أوزان مشهورة يعني قياسية هي مفعل مفعلة ومفعال وفعالة وفاعل وهكذا تم معنا الشرح بإذن الله تبارك وتعالى لإسم الآلة نحل بعض تدريبات هنا حتى يعني تدريبات إسم الآلة ثم نكمل تدريبات أخر تبعا إن شاء الله تدريب رقم واحد وهذا التدريب يحتاج مننا إلى أن نركز وهو يريد مننا لاستخراج استخرج اسم الآلة مما يأتي واحد قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح مصباح لاحظ أنها جاءت على وزن مفعال مصباح جاءت على وزن مفعال مصباح صباحا نقول مصباح مف عال لاحظ هذا وزن قياسي نأتي إلى المثال الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري يعني لو بحثنا الآن على الأوزان الخمسة المشهورة كلمتان ليست خفيفتان ليست على الأوزان الخمسة التي ذكرنا ثقيلتان في الميزان لاحظ هنا كلمة الميزان الميزان هي جاءت على وزن مفعال مفعال ميزان مفعال إذن هذه اسم آلة ثقيلتان في الميزان والتي تزن فيها أعمال العباد يوم القيامة نأتي إلى المثال الثالث فلا المال ينسيني حيائي وعفتي ولا واقعات الدهر يفللن مبردي لاحظ الآن اسم الآلة هنا لم يأتي معنا هنا المال ينسيني كل هذا اسم لكنه ليس اسم آلة ينسيني فعل الحيائي اسم عفتي كذا واقعات الدهر لا يفللن مبردي لاحظ كلمة مبرد مبرد مفعال مبرد مفعال وكلمة مفعال من الأوزان التي معنا الخمسة هذه عندنا هنا مفعال من الأوزان المخصوصة المشهورة مفعال لاحظ مبرد مفعال نأتي إلى التي بعدها أربعة فتعلموا فالعلم مفتاح العلا لم يبق بابا للسعادة مغلقا لو جئنا إلى هنا كلمة مفتاح على وزن ماذا على وزن مفعال مفعال مفتاح مفعال لاحظ الآن لو جئنا عن الأمثلة السابقة لو زدنا أن المصباح آلة لتنير الأشياء أو لتنير المكان والميزان آلة للوزن والمبرد آلة لفرق الأشياء حتى تكون ناعمة أو خشنة أو حسب الطلب المفتاح آلة لفتح الأشياء لفتح الباب أو لفتح مثلا أي شيء يسمى مفتاحا وهي آلة آخر مثال في هذا أو آخر بيت قال حصدت مناجله غراسة رجائنا لو أنها أبقت عليه لأورقة مناجل هي أصلها منجل 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 فمنجل مفعل وهي مفعل لاحظ أنه أن اسم الآلة فيما بين أيدينا يجوز يعني الآن تثنيته أو جمعه فمثلا أقول مفتاح مفتاحان هو اسم آلة لو قلت الآن مفاتيح كذلك هي اسم آلة لأنه نستطيع أن نجمعها أو أن نثنيها أو تبقى مفردة مبرد مبردان مبارد وهكذا فهي تبقى اسم آلة خمسة الصديق الصدوق مرآة أخيه مرآة مفعال مفعال لاحظ مفعال استعار إياد من صديقه منفاخ لنفخ الكرة منفاخ مفعال مفعال هي آلة النفخ وهذه الآلة التي نرى بها وإن كانت في منظور ليست آلة لكن هي آلة لكي ننظر فيها فتعطينا يعني صورة لوجهنا أو صورة للأشياء سبعة تذكر الخطات أن المحبرة تحتاج إلى مداد مداد يعني إلى حبر يعني محبرة الآلة التي نأخذ منها الحبر فمحبرة مفع له مفع له لاحظ أن المحبرة هنا على وزن مفع له جهزت الرسامة أمل أدواتها جميعا قبل بدء المسابقة سوى المبراه المبراه هذه المبراه على وزن مفعال مبراه مفعال وهي الآلة التي نقوم ببرية الأشياء يعني برية القلمة بها لا أريد الإطالة كثيرا في هذا المقطع لكن لابد أن نشرح بعض التدريبات أيضا تدريب اثنين حتى نكمل اسم الآلة وبعد ذلك نكمل تدريبات عامة تدريب اثنين صغ اسم الآلة من الأفعال التي مع الضبط التام زمرة زمرة فعل ثلاثي فعندما نقول زمرة نستطيع أن نزنها على وزن مثلا نقول هنا زمرة زا ما را نقول زامور مثلا على وزن فاعول فاعول أو مزمار مزمار مفعال وهكذا راحة نأتي بها مباشرة راحة نقول مروحة مثلا مفعلا مروحة مفعلا نقل نقول نقال أو منقل نقال فعال ومنقل كذلك نظر منظار 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 أو ناظور ناظور وهذه أسماء قياسية صفا نقول مصفا مثلا مص فاه مصفا مفعال سخن نقول سخان فعال الآن الآن عندنا هنا نقول سخان أو سخانة يعني على وزم فعالة آخر شيء دفع نستطيع نقول مثلا مد فع مفع مفعال هذه أوزان كثيرة ولله الحمد لاحظ أن التدريب سهل وحتى حله سهل جدا سريعا حتى نحل التدريب الثالث ونقف عنده إن شاء الله ما الصيغة الصرفية التي تدل على كل من الآلات الآتية مع الضبط التام لها على الآلات صيغة صرفية لآلات مثلا واحد آلة خرط الحديد ماذا نسميها نسميها مثلا خراطة 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 حتى تتضح أقول هنا واحد خراطة أو مخرطة 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 مع الضبط التام هذه على وزن فعالة وهذه على وزن مفعلة وهي آلة لخرط الحديد آلة لخلط المواد أو هنا اثنين آلة قص القماش اثنين آلة قص القماش اثنين نقول مقص 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 وهي على وزن مفعل مفعل ثلاثة آلة خلط المواد آلة خلط المواد نقول خلاطة 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 على وزن فعالة أربعة آلة نشر الخشب نقول من شار مثلا من شار من شار على وزن مف عال هنا إلى هذا التدريب يعني ينتهي بحثنا في اسم الآلة وبعد ذلك التدريبات تكون عامة لكل المشتقات نحلها إن شاء الله في مقطع آخر بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يفيدنا وإياكم مختصر كلامنا في اسم الآلة اسم يدل بصيغته على الآلة التي يقوم بها يصاغ من الفعل الثلاثي له أوزان سماعية وله أوزان قياسية والأوزان القياسية مفعل 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 فعال فعول أما القياسية أما السماعية فلا حصر لها لأن الآلات كثيرة في زماننا هذا اللهم نسألك الصحة والعافية لأبنائنا نسألك يا رب أن تعطينا رشدنا وأن تعلمنا وأن تفهمنا وجعلنا خير معلمين لخير طلاب أتم الله علينا وعليكم الصحة والعافية طلابنا أعزائنا مرحبا بكم في مدارس الأمم الإبداعية طلاب الصف العاشر ومعكم الأستاذ يوسف طالب الرفاعي أهلا وسهلا بكم ترجمة نانسي قنقر